اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء في هذا البرنامج نفتح الأبواب لاستقبال ملاحظاتكم آرائكم استفساراتكم اقتراحاتكم التي سوف تساهم بشكل أو بآخر في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام يعني يتم تقييم الخدمات التي تقدمها الهيئة لكم ويعني نستشفى آرائكم حول هذه الخدمات عموما أرقام التواصل معنا على 6-00-55-14-14 أو عن طريق الرسائل النصية على 4-006 موضوع حلقتنا اليوم موضوع شيء إن شاء الله أتمنى لما نطرح الموضوع يكون هناك تفاعل كبير لأن الموضوع يهم الجميع خاصة الموظفين ما أقول لكم الموضوع بعد الفقرة الإخبارية أخبركم شو الموضوع بالضبط عموما يعني نحيي فريق العمل معنا في التنسيق أشواخ مسعد وأيضا معنا في الإخراج أيمن سرحيل وإن شاء الله كذلك يعني التغطية الخارجية بيكون معنا فيصل بن فارس وهذه تحيات فريق الإعداد في قسم الإعلام بإدارة التصال والتسويق المؤسسي في هيئة الصحة بدبي وأيضا تحياتي محدثكم حمود يوسف العلي نبدأ أخبارنا بخبر جميل جدا أن أطباء صحة دبي ينقذون طفلا يعاني من صرطان الكبد تمكن أطباء هيئة الصحة بدبي من إنقاذ طفل أفغاني عمر ثمانية أشهر يعاني من صرطان الكبد من خلال عملية استغرقت أكثر من ثلاث ساعات شارك بها أطباء من المستشفيات لطيفة وراشد ودبي وتكللت بالنجاح التام وقال الدكتور مامون المرزوقي استشاري ورئيس قسم جراحة الأطفال بمستشفى لطيفة والذي شارك بإجراء العملية مع الدكتور فيصل بدري استشاري ورئيس سام الجراحة بمستشفى راشد أن المريض وصل إلى مستشفى لطيفة وهو يعاني من ألم في الجزء العلوي من البطن ووجود كتلة وانتفاخ ملموس في البطن وضاعف عام في الجسم حيث تم إجراء الفحوصات اللازمة للمريض الذي يزن ثمانية كيلو جرامات وتم تأكد من وجود ورم صرطاني في الكبد عفان الله وإياكم إن شاء الله وجميع ابنائكم وهو الأمر الذي تطلب اتخاذ القرار الطبي بإجراء عملية لإستيصال الورم تفادياً للمضاعفات السلبية على صحة المريض وذلك بعد تشكيل فريق طبي متكامل من أقسام الجراحة جراحة الأطفال التخدير للعناية الحرجة بمستشفى لطيفة والجراحة العامة بمستشفى راشد وقسم الأورام الأطفال بمستشفى دبي فلاحظوا يعني هذا التعاون ما بين كل مستشفيات الهيئة من أجل حالة وحدة عموماً اللهم لك الحمد يعني قال إن القرار الطبي بإجراء عملية لإستيصال الورم السرطاني جاء بعد ظهور نتاج الفصل السريع للمريض واختبارات الدم والتصوير المحور للحصول على صورة مفصلة عن الكبد وفحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي والأمواج فوق الصوتية وخزعة من الكبد والتي أكدت وجود الورم الخبيث في الكبد دكتور مامون قال إن الفريق الطبي قام خلال العملية التي استغرق ثلاث ساعات ونصف بإستيصال الجزء الأيمن من الكبد الذي يوجد به الورم السرطاني بوزن 900 كي جرام تقريباً من خلال استخدام أجهزة طبية خاصة بهذا النوع من العمليات أشاد الدكتور بالتعاون والجهود التي قام بها الفريق الطبي والتي أثبتت المهنية العالية لإجراء مثل هذا النوع من العمليات الدقيقة والتي تتطلب خبرة ودراية وكفاءة عالية ومهارة في التعامل مع مثل هذه الحالات المرضية التي يكون فيها عادة مخاطرة كبيرة مؤكداً على أهمية الكشف المبكر عن الورم لزيادة فرص الشفاء التام من المرض أيضاً لفت الدكتور إلى عمليات المماثلة التي أجراها طباء الهيئة خلال السنوات الثلاث الماضية والتي وصلت إلى خمس عمليات تطلبت استأصال الأورام الكبد وجميعها تكللت ولله الحمد بالنجاح التام مشيراً إلى ندرة حجوث مثل هذه الأورام على المستوى العالمي والتي لا تتجاوز المائة حالة سنوياً في أمريكا على سبيل المثال أشار الدكتور مرزوقي لأن هناك عوامل متعددة التي تحدد نوع العلاج المناسب بالمريض ومنها معرفة مرحلة السرطان ومعرفة مدى قيام الكبد بوظائفه إضافة إلى العمر والحالة الصحية للمريض والمخاوف المتعلقة ببعض أنواع المعالجات وأثارها الجانبية على المريض عموماً الخبر هذا يعني أنا أثرت أني أنا أقرأ كله لأنه في الكثير من المواضيع أولاً أن التعاون ما بين الأطباء المواطنين من مستشفيات مختلفة في الهيئة من أجل حالة وحدة وهذا المفهوم التي تسعى إليه الهيئة حالياً حتى من خلال كل المبادرات التي سوف ترونها إن شاء الله في المستقبل القريب بإذن الله مع تطوير الأنظمة الخاصة بالملف الطبي سلامة ونابض كل هذه المشاريع الجديدة ستسام أيضاً في تفعيل هذا التعاون ما بين جميع المستشعات هذا من جهة من جهة ثانية أن هذه العمليات عمليات نادرة لكن وجود خبرات يعني أو كوادر مواطنة في هذا المجال أنا أعتقد أن هذا فخر لدولة الإمارات وفخر لدبي وفخر كذلك لآية الصحة أن نحن نشوف مثل هذه النماذج وإن شاء الله أشواق أتمنى ترتبوا لي لقاء مع الدكتور مأمون نشوفوا أدريبة وائد مشغول بالعمليات وكذا لكن حاولوا تسحبون الستوديو عندي يوماً لأيام لأننا نبغي نتطرق لمثل هذه الحالات ونتطرق أيضاً للعديد من المواضيع عموماً تناول قرامات من الشوكولاتة السوداء يومياً مفيدة للقلب وجدت دراسة إيطالية حديثة أن تناول مجرد 7.6 قرامات من الشوكولاتة السوداء يومياً يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وبحسب الدراسة التي نشرت في مجال التغذية فإن هذه الكمية الملائمة تماماً لمنع الإصابة بالالتهابات التي تؤدي إلى الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية شملت الدراسة التي عدتها المختبرات الأبحاث في الجامعة الكاثولوكية في إيطاليا بالتنسيق مع المعهد الوطني للسرطان في ميلان حوالي 20 ألف شخص حيث تابع الباحثون حالة أشخاص تناولوا الشوكولاتة باعتدال وبشكل منتظم وقال الباحثان أن الذين تناولوا 7.6 قرامات من الشوكولاتة السوداء يومياً خفضت لديهم معدلات الإصابة بالالتهابات التي تؤدي إلى الأمراض في القلب قالت رومينيا أيضاً التي قادت فريق البحثة نخفضه الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية بنسبة 17% كافر لتقليص خطر الإصابة بها بمعدل الثلث عند النساء والربع عند الرجال مؤكدان لا شك أن هذه النتيجة تستحق الإعجاب خبر أخير ونطلع بعد فاصل إن شاء الله بخبركم شو موضوع حلقتنا اليوم البصل ينظم السكر في الدم يعني حين أخبركم نحن أعطيناكم خبر عن الشوكولات يعني كله شوكولات وبصل ويا بعض لا أسأل فياكم عموماً كشف الدراسة كندية أن البصل قيمة غذائية ودوائية كبيرة وقشور البصل أيضاً لها قيمة دوائية كبيرة من فواد البصل أنه ينظم نسبة السكر في الدم ذلك لاحتوائه على عنصر الكروم الذي يحسن استجابة الجسم للأنسولين وينصح مرض السكري بتناوله كما أنه يساعد على تحسين مناعة الجسم ويعطي الجسم من الوجه والوجه نظارة وحيوية لاحتوائه على فيتامين سي ويحتوي أيضاً على فيتامين بي سيكس الذي يساعد على تقوية الأعصاب الألياف الموجودة في البصل تعمل على تنشيط عمل الأمعاء وتمنع الإمساك كما أنها تحمي من أمراض القلب كما أن البصل أيضاً يساعد على خفض ضغط الدم ويمنع تصلب الشرايين ويقاوم التهاب القلون يعني صيدلية كاملة من الآخر هذا البصل اللي يقول لي والله ريحة حلجي وريحة البصل كيفك؟ أنت خسران صيدلية كاملة طبيعية موجودة في هذه الفاكهة فعليكم بالبصل والشوكولت سنسوون الاختراع مع بعض شيء يخلطون الشوكولت مع البصل بعد أعتقد بيكون اختراع جميل عموماً بعد الفاصل مستمعين عندنا ما نتكلم عن اللجنة الطبية هذه اللجنة الطبية لها الكثير من المهام اللي تقوم بها وللأسف يعني هناك الكثير من الموظفين اللي موجودين عندنا في إمارة دبي ما يعون الكثير من القوانين اللي موجودة والتي يجب عليهم أنهم يعرفونها من خلال مهام اللجنة الطبية من تواصل إن شاء الله بعد الفاصل مع الدكتور عاطف عبداللطيف رئيس اللجنة الطبية ومن نتعرف على وايد مواضيع واللي حاب يتداخل معانا كذلك ممكن عن طريق الرسالة النصية على 4006 أو عن طريق الاتصال على 6005 51414 عموما ما نطلع فاصل وعزيز دخل للستوديو ما نشرب شاي لي ما نرجع لكم فاصل إن شاء الله ما نرجع لكم صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي قبل أن أرحب بضيفي خلوني بس أخذ جولة سريعة على بعض الرسائل ليتنا أشكر مستشفى البي على خدمات المتنوع ولكن أتمنى تقصي فترات المواعيد التي تمتد لأشهر ففي عيادة العيون ثلاثة أشهر وانتظرت أربع أشهر لأشعة الـ MRI السلام عليكم تمتلك دبي مستشعات حكومية وخاصة على مستوى عالية الكثير من الناس لا يعلمون ذلك فيتجهون لمدن ودول أخرى أتمنى من الهيئة الترويج لذلك بالتعاون مع المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي زاكر الله خير على الاختراح وأيضا من نسبة مسجد بي من نشيل الملاحظة هذه ومنوصلها للمعنيين في مسجد بي والله ما فهمنا عليكم مرة شوكولات ضارة وتسبب السرطان ومرة مفيدة وتحمي من السرطان أنا أقول لك هذه دراسات نحن ننقلها لكم بس أنسى موضوع الشوكولت وخلك في البصل مثل ما قلنا البصل ترى صيدلية زينة عموماً عندنا مداخلة أعتقد من أبو عمر 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 تفضلي عمر السلام عليكم محمود يا هلا يا هلا حبيبي الله يسلمك أخوي محمود أنت من خلال تقديمك للحلقة اليوم بكرت شيء مهم الموضوع قاعدة البيانات صحيح من شترة يعني يدور في بالي موضوع قاعدة البيانات ومدى أهمية قاعدة البيانات بالنسبة لدار الدبي للخدمات أو الصحة في إمارة الدبي المرضى طبعاً باختلاف جنسياتهم سواء مقيمين أو من مواطنين الدولة لما يعود المريض يرتاد العيادة أو المستشفى وأقسام الطوارئ والأطباء المعنيين أو المختصين يقابلون المريض ويدونون ملاحظاتهم ويسجلون كل الملاحظات التي وجدوها على المريض في حالات المرضى المختلفة هل هذه الملاحظات تدون في مكان ما قاعدة البيانات لكل شخص لكل شخص وعلى أساس هذه القاعدة تبني خطط وقائية أو احترازية تضع برامج تقدر أعداد الناس أو المرضى التي في مرضى ما أو في صعوبة ما عرفت أنا الموضوع هذا عمر أنا يعني تكلمت فيه سابقا مع الأستاذة أماني الجسمي وإن شاء الله بعد يوم الأحد مع انطلاقة جايكس ما نتكلم فيه في هذا المشروع بس أنا بعطيك فكرة سريعة عن هذا الموضوع أول شي عندك إضافة ثانية عمر ولا لا هذه إضافة طيب بالنسبة لهذا الموضوع هناك مشروع اسمه سلامة هذا المشروع يضم استحداث مثل هذه القاعدة الخاصة قاعدة البيانات هذه القاعدة اللي بتكون متوفرة لجميع الأطباء مش بس في القطاع الحكومي في القطاع الخاص كذلك وهذا المشروع إن شاء الله يكون نواه لإصدار إن شاء الله قوانين أو ملف طبي واحد للمريض في دولة الإمارات كلها عرفتش قيل؟ فهذا التوجه اللي ماشيين فيه أيضا مش للطبي فقط حتى للمريض نفسه ممكن يطلع على تاريخ الطبي من خلال الابليكيشن اللي في الموبايل فأنت شايل ملفك الطبي وين ما تروح عرفت كيف؟ فتقدر تطبعه تقدر كذا هذا التوجه إن شاء الله في الفترة القريبة هذا تم أطلاقه من قبل سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم برئيس الدول الرئيس المجلس بزراء حاكم دبي وأيضا أطلقت الشيخ حمدان بن محمد المكتوم ولي عهد دبي في حفل يعني تم شرح جميع الخطوات اللي ما نمشي فيها فهذه عبارة عن مجهود لمجموعة من الدوائر والهيات الحكومية وهذا التوجه اللي تسعى لدولة الإمارات أتمنى إن شاء الله يوم الأحد تتابعنا كذلك بوجه سؤال لأماني تعطينا تفاصيل أكثر عن هذا المشروع نحن وصلنا أبا الشرك إلى ما أخانني الرقم أعتقد ستين أو سبعين بالإمية من إنجاز هذا المشروع على مستوى الهيئة عرفت كيف؟ إن شاء الله قريب إن شاء الله تسمعون أخبار زينة أول عمرك يا عمر مشكور على هذه المداخلة دكتور عاطف عبداللطيف أنا آسف طولت على ترحيف فيك يعني بس لأنه قلت أعطي عمر فرصة أن يشرح الموضوع هذا المهم جدا مهم جدا فدكتور عاطف عبداللطيف رئيس مكتب اللجنة الطبية العامة في إمارة دبي نحن نتكلم عن هذه اللجنة يعني خلني بس نعرف المستمعين بشكل عام على المهام اللي تقدمون أنتوا في هذه اللجنة والمسؤوليات الواقعة على عاتقكم في هذه اللجنة وطبعا مجهوداتكم كبيرة ومنعرف المستمعين عليها تفضل دكتور بسم الله الرحمن الرحيم بداية أود أن أشكر لكم هذه الاستضافة الكريمة الثانية الحقيقة إذا تذكر يا قد محمود بعد إعادة تشكيل اللجنة الطبية العامة في 14-7-2015 قمت بموادرة كريمة باستضافتي في البرنامج وكنت أتكلم عن أهداف ومشاريع وأحلام والحقيقة أنا كان مبدئي منذ يعني تشرفت بالمسؤولية أنا وزملائي بإعادة التشكيل أنه نضع بسمتنا على اللجنة الطبية العامة إما أن نخدم المجتمع أو ننزوي في ركن بعيد هادئ ونعنجز هذه الملفات العالقة البسيطة التي كنا ننفذها وارتأينا أن نركب الصعاب في هذا الموضوع أولا وقبل كل شيء اللجنة الطبية العامة هي اللجنة الوحيدة على مستوى حكومة دبي التي أنشئت في قانون الموارد البشرية بنص المادة رقم 121 لسنة 2007 من قانون الموارد البشرية لحكومة دبي معنى ذلك أن هذه اللجنة هي لجنة على مستوى حكومي لكن نتيجة لوجود أن الأطباء هم كادر طبي فسعادة عام سعادة رئيس هيئة الصحة السائل الأسبق أصدر قرارا بتشكيل لجنة الطبي العامة والحقيقة كانت من ثلاث زملاء كانوا يلتقون في يوم واحد بدون مقر واضح وكان هذا الموضوع يأتي عن طريق طلبات تأتي بإجازات الأخوة الموظفين الحكوميين عن طريق الورقة ثم الموضوع ثمن مؤسسات من حكومة دبي فقط التي اشتركت معهم في البداية وخلال السنة اللي بعدها وجدنا أن الأعداد بدأت تزيد وأن عدد الموظفة تزيد فأنشئ قرار في 2008 بإنشاء مكتب اللجنة الطبية العامة تابع إلى اللجنة الطبية تكون تابعة له وطبعا الجماعة اجتهدوا في السابق وانكر أفضلهم مثلا في قضية أنه ألغوا النظام الورقي وأصبح من 2008 من 2009 عن طريق النظام الإلكتروني والحمد لله رب العالمين احنا مسكنا المشعل وكملنا المسيرة ومن 2017 حتى اليوم بفضل الله عز وجل الآن ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة إلى 20400 طلب لحد قبل ما أدخل الأستوديو ما شاء الله 20400 أو 400 طلب تقريبا الشباب قاعدين يشتغلون في المكتب قاعدة الأعداد تزيد الحقيقة الأبداع ليس هنا الأبداع أن المعايير العالي وضعناها والأهداف اللي وضعناها نحن قلنا يا جماعة جزاكم الله خير 20 ألف 50 ألف لكنه أنا كم أتأخر على الموظف حتى أعطي القرار بببببببب وتتفاجأ أخ محمود بفضل الله عز وجل وكل الوثائق موجودة أن خلال 24 ساعة من تقديم الطلب يفصل في هذا الطلب كانت أخذ سابقا دكتور يعني فترة طويلة أعتقد أسبوعين يمكن أو شهر نعم في بعض الأمور وخصوصا تتعامل مع نظام إلكتروني قد يتعطل قد يصيب فيروس قد يصيب شيء بفضل الله عز وجل ارتفعت نسبة العام إلى 32% من السنين السابقة 20 ألف 400 خلال 24 ساعة وليس هذا بق فقط ولكننا قمنا بالتعاون مع إدارة تقديم المعلومات في هيئة الصحة بتحديث النظام الإلكتروني وسنتكلم عن نظام الإلكتروني الجديد المزمع إن شاء الله إصداره قريبا وقام الجماعة بالاجتهاد معنا لأنه توسعت الاختصاصات وتوسعت المهام وتوسعت القدرات التحليلية العميقة عندنا في اللجنة نحن نريد أن نقدم خدمة لدوائر العمو في حكومة دبي للرؤساء للمدراء لكل صاحب بيرسونيل أو موظفين عنده يبقى يدرس احتياجاتهم وحاجاتهم طبعا اللجنة الطبية العامة في إمارة دبي كانت عندما تأسست لها مهام اختصاصات كانت محددة بست اختصاصات ثم من فضل الله عز وجل عندما توسعت الكفاءة أنا أعتبرها وامتدت إلى خارج حدود حكومة دبي إلى القطاع الخاص أيضا وإلى قطاع شبه الحكومة طبعا أضيفت اختصاصات جديدة لللجنة فكنا في هذا المنظور أن ما ننجزه الآن سينعكس إن شاء الله رب العالمين بالخير على بقية الموظفين ولذلك قمنا بعمل بعض الأمور التي أضيفت للاختصاصات طبعا اللجنة الطبيعية تختص بالإجازات الفصل في الإجازات المرضية للموظفين الحكومين أكثر من 15 يوم متفرقة أو أكثر من 15 يوم متصلة عامل ثم تقوم أيضا بالنظر في الكشف الطبي على الأخوة الموظفين الحكومين إذا كانت زادت حالة إجازة المرضية عن 6 شهور يعني نعطي 6 شهر أخرى أو نحيل إلى إنهاء الخدمات أو لجنة الطبيعية أهني دكتور أنا يعني باخد تفاصيل أكثر لأن احتمال يعني الناس يعني معظم اللي يستخدمون من هذه الخدمات يقولوا والله اللجنة الطبية يظلمونا أو اللجنة الطبية مبعطين حقنا أو يعني هذه الشغلات كلها منتطرق لها بس أنا بوقف مع فاصل قصير إن شاء الله وما نرجع من بعده من استكمل الحوار معاكم مستمعين اللي حاب يتواصل معنا على الأرقام التالية 6-0-5-5-1-4-1-4 للاتصال والرسالة النصرية على الرقم 4-0-6 برنامج البث المباشر خلص الحين الصحة وسعادة يا جماعة خير نبغي مسجداتكم عن الصحة وسعادة لأن كل المواضيع يتيني عن طريق يوجهون رسالة بعمر ما أدري إذا هل هي رسالة متأخرة في الوصول ولا الحين تواقعة توصل فاصل وما نرجع لكم بإذن الله صحة وسعادة أهلا بكم مجدد المستمعين في برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدم لكم هيئة الصحة في دبي عبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي قبل الفاصة كنا نتحدث عن اللجنة الطبية أو مكتب اللجنة الطبية العامة في إمارة دبي ومعنا في الستوديو نساكم الحوار مع الدكتور عاطف عبداللطيف دكتور كنا نتحدث عن الجديد في هذا النظام نتحدث عن أن هناك نظام إلكتروني تم استحداثه تعطينا فكرة سريعة عن هذا النظام دكتور وأيضا عن الشراكات التي تمت خلال الفترة الماضية بما أنك أنت تطرقت إلى أن هناك مؤسسات أو شركات حكومية شبه حكومية وخاصة نعم أكيد النظام الإلكتروني الجديد اللي استحدثوا الأخوة وحاولنا نطوره مع إدارة التقنية والمعلومات في هيئة الصحة في دبي الجماعة اجتهدوا على يعني على قدر الموضوع بس كان له تعقيدات معينة حيث أن النظام نفسه أسس عن طريق شركة خاصة خارجية فعندما أجل أخواننا في التقنية والمعلومات يطوروا البرنامج ووجدوا في نوع من الصد بحسب الملكية الفكرية أنه لا نستطيع نعطيكم بعض الأمور فاشتهدوا على بعض الأمور إحنا شو همني أنا كالتنا طبي عامي أنا همني عندما يأتيني الطلب أنظر إلى هذا الموظف أرجع إلى تاريخه المرضي بصورة فعالة أرى تاريخه المرضي السابق الإجازات اللي أخذها ارتباطه بالهوية الوطنية هل كان يعمل في مؤسسات أخرى ثم أخذ قراري الطبي المنهجي بوجود ارتباطه بالهوية الوطنية يعني شو اللي تقصد فيها دكتور هذه الحقيقة من التوجهات الحكومة الرشيدة في الفترة الحالية إلى أنه نربط الهوية الوطنية بكل أعمال الموظفين أنا يهمني الموظفين الحكوميين طيب أنا الأخ محمود ياني على هيئة الصحة وقال أنا أشتغل في هيئة الصحة ويابلي مثلا ثلاثين يوم إجازة مرضية طيب حقنا نراجع الإجازة المرضية منهجيتنا نأخذ قرارات نرجع للتاريخ المرضي إذا طلبنا ذوي خبرة واستشارة نكلمهم طيب نرجع هني دكتور أنا أنا إيه في بالي طيب الدكتور عاطني أنا هذه الإجازة جميل اللجنة الطبية يعني بتفهم في حالتي أكثر من الدكتور تذكرك محمود وإحنا مش على الهول ما قلت لي أنه فيه شغلات ومور يجب أن يعيها ومن أضب يعني لازم تركز عليه في أثناء الكلام أن مدام أنا الدكتور أعطاني إجازة أنت ش لكم في الموضوع ليش تدخلهم في الموضوع لو أننا ما ندخل في الموضوع ما قامت القيادة بإنشاء اللجنة الطبيعية لمراقبة سوق الإجازات المرضية طبعا نتكلم عن الإجازات المرضية كاقتصاص واحد من طرف الآن وصلوا 13 اقتصاص ومعام أخرى نطرق إلىها الآن طيب أنا عندي مختلف التخصصات موجودة في اللجنة أنا عندي طب نفسي وعندي طب القلب وأنا عندي طب العائل وعندي نساء وولادة وعندي مختلف تخصصات نحن نراجع هذه الإجازات المرضية ولذلك قمنا بإنشاء وهذا من فخار اللجنة الحقيقة الدليل الاسترشاد الطبي ببه هذا الدليل اللي سويته اللي كان مستهدف 74 ألف موظفي حكومة دبي هاي كلام صحيح هل أريد أن تكلم عن هذا الدليل نعم دليل الاسترشادي الحقيقة رسلنا الحقيقة بجهود مشكورة من سعادة الدكتور أحمد بن كلبان مدير التنفيذي لإقطاع خدمات المستشفيات بمراسلة مدراء التنفيذيين لمستشفيات حكومة دبي وقاموا للجماعة أكثر من 88 طبيب بما فيه مرؤساء الأقسام و29 تخصص ووضعنا هذا الدليل الاسترشادي كي يكون لنا مرجعية طبية في حالة مناقشة أي حالة مرضية يحتوي على مدة المكوث في المستشفى وكم يحتاج من إجازة مرضية نعرض هذا الموضوع لنا طيب قد يكون هناك تخصص غير موجود في الدليل الاسترشادي يحق للجنة الطبية أن تستعي بدور خبرة والاستشاري من بقية التخصصات الآن نرجع للموضوع لمنر الهوية الوطنية مثل ما قلت قد يكون هو ترك مؤسسة أخرى وكان عنده تاريخ أو سجل وظيفي غير منتظم له علاقة بالتهرب الوظيفي بالكثرة الجزاء المرضية بالإدعاء المرضي بأي شيء آخر أنا يتيح لي الربط بالهوية الوطنية أن أستطيع أخذ تاريخ الموظف وسجله كامل هذا يساعدني في أخذ القرار بحيث لا أضم المريض وعندما أتكلم عن الظلم برضو لازم أتكلم أن خلال 20400 الطلب لم تتلقى اللجنة لأنه من حق الموظف أن يتظلم على القرار اللجنة غير 51 طلب تظلم منها 35 رجعنا لموظف حقوق ونتيجة لك كان نقص في الأوراق المقدمة من اللجنة يعني تتكلم عن 0.09% من الطلبات التي أنت شفتها تظلم معنا ذلك ماذا؟ للحمد أن القرارات أخذ باحترافية بمهنية عالية وبتجرد من أي مؤثرات آخرى هنا دكتور أنا أريد أن أسأل يا ترى ما هي أهم المواضيع المواضيع اللي يجب على الموظف أن يعيها وزين في حال قدم على إجازات مرضية أو صار كان يجب عليه أن يدخل اللجنة الطبية جميل الحقيقة هذا يذكرني بالهدف الثالث اللي وضعناه لأنفسنا وهو كيف نستطيع أن نوصل للأخوة خصوص الموظفين الحكوميين والمجتمع حقوقكم وواجباتكم فقمنا بإحنا من أوائل المؤسسات اللي قمنا بإطلاق مبادرة إسعاد الموظفين يعني استجابة أن نتوجه الحكومة الرشيدة وقمنا بإدارة عشرين ورشة عمل لحد الآن والحقيقة فوجئنا بالتفاعل الميدان خصوصا من الأخوة الموظفين بالأولا في نقص في بعض قوانين الموارد البشرية أولا تفسيرا ورقم اثنين سوء تفسير ورقم ثلاثة عدم توصيل المعلومة الصح للأخ الموظف الحكومي بمعنى آخر أنا لا يعرف الموظف الحكومي أن له إجازة أبوه مثلا ثلاث أيام هو يعتقد أن يأخذ ثلاثة أيام هذول يعني لا تسمع بالكلمة أي قاعد على القهوة وضيع الوقت هو لا يعرف أنه ثلاثة أيام معنية بإنشاء هوية لابنه بإنشاء استخراج المعاملات الرسمية بالطريقة هذه تجد الأخوات الحوامل يعني الموظفات الحوامل بعضهم لا تعي أنه مثلا تستطيع هي موجودة في قانون مرد البشرية لأن تأخذ إجازة من إجازة الوضع أو إجازة الأمومة قبل شهر من وضعها للجنين رقم ثلاثة بعض الموظفين لا يعو أن الرسائل الدبلوماسية من البعثات الدبلوماسية في الخارج والمرحقات الدبلوماسية يعتدون فيها كإجازة مراضية وهذا ليس إجازة مراضية هذه إثبات أنك كنت متواجد في دولة ما في الخارج لكن أنا محتاج إلى تقرير طبي محتاج من المنشئ الصحي ومحتاج من الدكتور محتاج إلى تصديقات من الأطبة بعض الموظفين في شؤون أخرى لا يعو أنه ما هي إصابة العمل أنا كيف إصابة العمل؟ أنا مريت في أثناء ورش العمل على بعض الناس أصيب بإصابات عمل لهم الحق في تعويض ونحن معنيين بهذا الكلام حسب القانون نحن مسؤولين عن نسبة العجز وإصابة العمل للموظف الحكومي يعني أنتم ممكن إذا واحد من الموظفين الحكوميين أصيب إصابة عمل وهو ما بعرف أن هذه إصابة في العمل ترجعوا لحقها وتعطونا وهذا حصل وهذا حصل مع أخ زبيل في هيئة الصحة في دبي كان طبيب أسنان كان لا يعي أنه إصابة عمل وعطي حقه وحددت نسبة العجز وأخذ حقه كامل لأنه هذا الحق كفل القانون صحيح هذا الحق كفل القانون له بعض الموظفين لا يعلموا أنه مثلا إذا كان ذاهب إلى العمل لا سمح الله أسوى حادث أنه هذا لا تعتبر إصابة عمل أنه كان ذاهب حيث أنه يغير مساره طبعا مسار الحركي يعني توجه من A إلى B اللي هي من بيتي للمكان العمل وصبت في حادث لا سمح الله هذه إصابة عمل لذا إذا رحت C ورحت شربت كارك ورحت إلى ستاربكس هذا لا تحتبر إصابة عمل ونفس الشيء بالنسبة للرجوع وكيف عملية التقييم هذه هذه جميل جدا هنا السؤال كل مؤسسة من المؤسسات لها عملية تثبيت وتقنين وأرشفة العمل لأصابات العمل مثلا أعطيك مثلا الأخوة في مؤسسة بلدي دبي بلدي دبي هناك فيه ذكات المتخصصين موجودين ينتقلون إلى موقع الحادث ويشخصون الحالة بقية المؤسسات إلى المركز الشرطة لجنبهم ويأخذوا إصابة العمل ثم عن طريق المؤسسة شريع على أن يبلغ خلال أسبوع بتأتي إلى اللجنة الطبية العامة وإحنا اللجنة الطبية العامة ننظر في التقارير الطبية بالنسبة للعجز ونطابقها بالموجود معنا وأبشر الأخوة الآن إن شاء الله في قانون عمل لجنة الطبية العامة سيصدر سيدي صاحب السبوغ الشيخ حمدان محمد من راشد وليعاه دبي رئيس المجلس التنفيذي بإذن الله يعني ينظم عمل لجنة الطبية العامة ويضاف له مهام جديدة مهام جديدة وهي إصابات العمل ونسبة العجز على المستوى إمارة دبي كلها يعني نحن نكون أو نكون منظمين لهذا العمل ونستعين بجهود الإخوة الذين اجتمعوا في السابق من قبل أكثر من 21 أخصائي من قبل وحطوا بعض البرامج اللي نستعين بها طيب دكتور الحين أنا أنت فتح لي يعني أفاق جديدة للتساؤل يعني أنا إذا بس لنفسي آه رايح صار لي حادث جري بالدوام أو توني طالة من البيت صار لي حادث أنا ما تعور سيارتي تعور تصلحوا للسيارة هذا عجل الحمد لله أنا في عنا التأميل لكن نقطة اللي هنا لا أنت كنت داخل البيت لا سمح لو طحت من الدراء هل يعتبر هذا إصابة عمل هذا السؤال ما طلعت من المكان السكن لا هذا ليس إصابة عمل لكن لو طلعت مثل ما يقولون يعني متر برع بيت هل تعتبر إصابة عمل والله ممتاز ممتاز يعني هذا يعني أمور كثير الناس ما يعرفون كلام صار عموما دكتور كيفية التواصل معكم كالجنة الحقيقة أولا نحن قم بمبادرة إسعاد الموظفين ونتواصل مع بقية المؤسسة والحقيقة كانت لكم جولات كثيرة في الحديد من المؤسسات والتفاعل كان جميل جدا ومن هذا المنطلق يجب أن أحيي مؤسسات حكومة دبي اللي تواصلوا معنا والأخوة اللي نظموا ورش العمل والتفاعل للإيجاب اللي كان حاصل وأريد أن أخصص شكرا جزيلا إلى الأخوة في هيئة الطرق والمواصلات اللي كانوا على مستوى عالي وهذا ديدنهم دائما ما شاء الله عندما ينجزوا مشاريع معينة تفاعل كان جميل الأسئلة اللي كانت تطرح ويا أستاذ محمود تتفاجأ بذكاء من يحاورك لدرجة أن استقينا من الميدان بعض النقاط والملاحظات وأصغناها ويوم الأحد إن شاء الله رب العالمين ستكون هناك اجتماع موسع في اللجنة العلية للتشريعات لحكومة دبي بمشاركة إدارة الشؤون القانونية في هيئة الصحة وبمشاركة ممثلين عن هيئة عن لجنة طبية العامة للاجتماع لمناقشة مواد قانون العمل ورفعنا أيضا إلى الأخوة في إدارة الموارد البشرية المركزية بعض ملاحظات تعديل قانون الموارد البشرية بما يقدم المصلحة العامة أولا ومصلحة الخاصة أعطيك مثال أنا ما أعتقد أنا بصراحة كرئيس لجنة طبية العامة واجتمعتما الأخوات الحوامل أن الشهرين كإجازة أمومة تكفي وخصوصا إذا أخذوا بقانون الشهر قبل الوضع أنا أعتقد أنهم محتاجين شهرين محتاجين لتمديد الرضاعة الطبيعية إلى سنتين رقم اثنين أنا محتاجين نرفع إجازة الأبوة إلى خمس أيام مثلا رقم ثلاثة محتاجين موضوع مهم جدا موضوع الدرجة الأولى ودرجة الثانية والمرافقين وموضوع أن أنا لا أستطيع أن أذهب مع أخي أو أختي إلى المستشفى وأن أكون مرافق معه مضحب هذه الدكتورية لأتنا وايد ملاحظات عليها وايد ملاحظات عليها أنتوا تنظرون لكل هذه المواضيع طبعا هذه مهام اللجنة نعم هذه مهام اللجنة التي إحنا فرضناها عن أنفسنا هي ليس مهامية إحنا اللي ألينا نفسنا عليها كيف نقدم مجتمعنا والحقيقة إحنا رفعنا عملي التعديل بهذه القوانية طيب أستاذ محمود نراعي بعض الموظفين منذ ويسورين الحال من الأخو مثلا حنطي أمثل يعني الباكستان أو الهند طيب مساحات شاسعة من الأراضي أنا محتاجة أجيب لإجازة براضية من خارج أني صديقة من السفاري صديقة من القنصلية طيب أنت تعرف المسافات الشاسعة ما بين يكون أحد القرى وروح القنصلية صديق هل إذا ما جاء بالمصدقة أرفض إجازة بمراضية هذه نظرة إنسانية بالضبط هذه روح القرون نتكلم عنه والله يا حليكم دكتور يعني كان الناس مخذين عنكم فكرة يعني شوية منكم تعطلون بس ما شاء الله عليك أنا اللي قاعد ألاحظة هناك نظرة مختلفة تماما للوضع اللي ينعكس عنكم الحمد لله الحمد لله رب العالمين بإذن الله جميل دكتور أنا عندي تقريبا دقيقة قبل أنتقل إلى مستشفى دبي مع الزميل فيصل من فارس ما أدري تنتقل معنا نروح له إياه طبعا فيصل صبحك الله بالخير وخبرنا شو عندك على عجال عشان أقدر أرجع للدكتور إن شاء الله إن شاء الله يا محمود اليوم في فعالية في مستشفى دبي بمناسبة اليوم العالمي لجلاطات الدم طبعا الفعالية تهدف للتوعية بتعرف بخطر هذه النوع من الجلاطات وأيضا لتكون وقاية والتعريف بها بشكل تفسيري أيضا كان هناك كثير تفاعل كبير من الموجودين وأيضا كانوا في عدد كبير من الأطباء والممرضين تعرف محمود نحن في هيئة الصحة بدبي يعني نهدف إلى التوعية قبل العلاج والوقاية هو خير علاج مثل ما يقولون أو قنطار أنا حتى نسيت المثل درهم وقاية خير من قنطار علاج درهم وقاية خير من قنطار علاج عادة من الصبح أنت في المكتب عاطلنا مثال شعبية البشت ما أدري شو فيه ضربة البشت أو العشر بالمطرقة اليوم خميس تعرف في مناسبات اجتماعية كثيرة اليوم حصل يعني حصل الواحد يرجع شوية للصراط وهذا بذل ما قلت لك محمود يعني فيه كانت تفاعل جميل وفيه عدد كبير من الناس يعني تفاعلوا وسألوا عن الفعالية هذه وإن شاء الله إن شاء الله إذا فيه شيء أيضا في المستقبل إن شاء الله في المستشفى الدبي إن شاء الله منوافقكم إن شاء الله في قسم الإعلام ومراسلنا في برنامج صحة وسعادة عموما نرجع دكتور لكو أيضا في عندي هنا رسالة من أبو عبدالله يقول نجد في الدول المقدمة متقدمة مراكز دراسات عملها فقط القيام بدراسات شاملة معمقة عن الأمراض المنتشرة في الدولة أسبابها والفئات المصابة بها من حيث الجنس والعمر والموقع الجغرافي وطرق الوقاية والعلاج وتنشر هذه الدراسات على وسائل الإعلام لتوعية أفراد المجتمع للأسف ليس لدينا مركز واحد في كل إمارات الدولة أختلف معاك يا أبو عبدالله تماما أختلف معاك هناك الدراسات هذه قائمة ويتم نشرها كذلك حتى على مواقع وزارة الصحة على الأقل أنا أتكلم عن هيئة الصحة موجودة هذه الدراسات تنشر بشكل كبير وتبغي تطلع عليها زور موقعنا موجودة فهني يا أجمعت الخير مو بشرط أن يكون في مركز دراسات على أساس أن أقدر أقول أننا نحن دولة متقدمة محترام الشديد لا هناك هذه المسال كلها يتم الأخذ بعين الاعتبار صح ولا دكتور أنا؟ كلامك صحيح جدا الحقيقة وهناك بعض الأبحاث اللي نشرت على مستوى عالمي الحقيقة أضافت وأثرت المعرفة الطبية حتى في البلدان الأخرى صحيح ليس معنا ذلك أني أنا أنشئ مقر فقط لأصدر منه أنا عندي نوافذ متنوعة ومتعددة موجودة عندي أستطيع أنشئ في أبحاثي الأطباء تحطي وتسهيلات بالضغط أن دائرة كاملة مختصة بالإحصائيات هذا كلام صحيح دائرة الإحصاء هذه تساهم في اتخاذ القرار بشكل وبي آخر لكن مثل هذه المواضيع هي تقاس يعني مستحيل دولة مثل دولة الإمارات دولة متقدمة احترامي شديد وحضرتك ذكرت عن العملية ما شاء الله بارك الأخوان الأخ مأمون الأخ فيصل اللي سوفوهم مستشفى من ناحية الطبية الحقيقة شيء معجز للحقيقة صحيح طيب دكتور يعني الوقت داهمنا باختصار شو ممكن يجب أن يعي المستمع لموضوع المهام الخاصة باللجنة الطبية جميل أولا أحب أوجه الشكر للأخوة في حكومة دبي الذكية إحنا الحقيقة عقدنا معهم عدة اجتماعات لإنشاء نظام إلكتروني جديد خاص باللجنة ذو خصائص يعني عميقة من الإحصاء ومن التحليل للبيانات وهي ترجع لقضية قاعدة البيانات ستكون للموظفين كاملة ستساهم لرجل لصاحب القرار في أي مؤسس أن يأخذ قرار بناء على معلومات طبية وإحصائية وتحليلية وهذا إن شاء الله حصل الاجتماع اليوم صباحا ثماني صباح من الأخوة في إدارة تقديم المهمة وأبدو ما فقط من المبدئية على المشاركة للحكومة الذكية لإنشاء هذا فوجههم بالشكر رقم اثنين إن شاء الله رب العالمين إن تزيد شراكاتنا مع المؤسسات الأخرى شبه الحكومية مع مؤسسة طيران الإمارات إن شاء الله الملحق توقيع العقد بيننا وبين طيران الإمارات في النهاية بإذن الله سنكون مشرفين نحن كاللجنة طبية العامة طبعا هيئة الصحة وإحنا كممثلينها عن إصابات العجز إصابات العمل لموظفي حكومة لأنظفة هيئة طيران الإمارات تزيد عند 75 ألف موظف الشراكة مع القطاع الخاص وقعنا الحمد للغاوني الخاصة من موظفين أكثر من 3000 هذا سيكون طبعا نوع من أنواع الشراكة المؤسساتية من القطاع الخاص وهي توجه الحكومة الرشيدة الموظفين أخوان الموظفين المرض ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لا تزيد نقمة الله عليك سبحانه وتعالى بالدعائك المرض رقم واحد أخوات الحوامل الحمل ليس مرضا بل هي نعمل الله سبحانه وتعالى تستطيع الأخت أن تتحمل بعض ألام الحمل من الظاهر بعض وجه على الرأس ما فيه داع تأخذ إجازات في عندك زميل وفي عندك زميل موجود جنبك عندك مرض لا سمح الله مرتبط بهذا الكلام ما فيه شيء الأخوة اللي يسافروا للخارج مع المرافقين والله العظيم أنه لما تسافر مع والدك أو والدتك أنت المطلوب بأنك تروح كمرافق لهم أنك تروح تأخذ بالك منهم مستشفات ما تقضيها أنت تحطه في المستشفى وتروح يعني تطلع برة وترجع تقول للجنة طيب ليش موافقتون على إجازة المرافقة إذا كان فيه علاج مماثل داخل الدولة نحن نرفض إجازات الاستثناء المرافقين لكن إذا كان العلاج غير موجود داخل الدولة فإحنا نوافق بعض الحالات نطوع القانون أمور مادية أو أمور مهارية أكثر من بعض الأطباء في سنتز معينة نوافق عليه هاي يخذوا بالهم منهم وأنتم تشتغلوا وتعملوا في حكومة دبي حكومة رائدة وسباقة وذات معايير عالية عالية جدا إذا لا تستطع أن تنفذ هذه المعايير وأن تكون على قد هذه المسؤولية فانزوي وترك المكان أشكرك جزيلا دكتور على هذه الكلمات القيمة حقيقة والتي اختصرت فيها الواقع بشكل كبير شكرا جزيلا دكتور عاطق أشرف لي الحقيقة بالعكس الحقيقة يعني أسلوبك في إخراج المعلومات كانت مستعج لو هناك معلومات كثيرة كثيرة جدا يعني ما تطرقنا لها بس إن شاء الله أنا لو خليك تشوف ورا شو قاعد يستوي كان عذرتني والله دكتور عموما دكتور عاطف عبدالطيف أنا آسف عدت أخير لا أبدا مكتب اللجنة رئيس مكتب اللجنة الطبية العامة في إمارة دبي شاكرين لك هذا التواجز سؤال هل يوجد تطوع في عيادة البرشة أنا حاولة تواصم عليها لكن ما في رد بشوف لك أنا خذي الرقم شواء خلينا نشوف شو عندنا إن شاء الله يا أيمن والله أنا آسف والله أنا آسف بس شكرا جزيلا أيمن سرحي شكرا جزيلا أشواق شكرا جزيلا فيصل بن فارس وهذه تحياتي محمود يوسف حتى نلقاكم إن شاء الله ما ارطلع الأسبوع القادم في عندنا مسابقة ما نسويها عن جايتكس أنا ما خلاني يتكلم أيمن يا الشرم الصبح عموما وصلنا إلى ختام الحلقة اليوم دمتم أتمنىكم إجازة سعيدة ودمتم صحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي